أحبتي الأكار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أود أن أتحدث اليكم اليوم عن موضوع يهمكم كثيرا وهذا الموضوع هو القهر والإحباط من المؤسف أن كثير من الشباب يعانون بشكل أو بآخر من القهر والإحباط وباختصار فإن الإحباط يأتي عندما لا يستطيع الإنسان أن يحقق طموحه أو طموحاته في مسألة معينة أو مسائل كثيرة وأحيانا ما يكون تراكمي طبعا إذا تعددت المسائل التي وجد فيها الإنسان عدم استطاعته على تحقيق طموحاته فإنه دون شك سيزداد إحباطا في البداية أود أن أسأل ماذا يريد الشاب عموما ماذا يريد الشاب أو الشاب عموما هناك ثلاثة أشياء رئيسية يطمح إليها الإنسان عموما والشاب على وجه الخصوص هذه الأشياء الثلاثة هي أولا الكسب الكسب المريح ثانيا الحرية ثالثا المتعة والرفاهية هذه ثلاثة أشياء رئيسية عادة ما تكون في واجهة الإنسان يتمنىها يريد الكسب أي المال من أجل الإنفاق وهذا حق له ويريد الحرية لكي يمارس حياته فبدون الحرية لا يعني تحصيل المال شيئا ويريد المتعة لأن حلاوة الحياة هي في استجلاب اللذة وإزالة العلم الحياة كلها قائمة حتى الإنسان أو غيره أو الحيوان تقوم على استجلاب اللذة ودفع الألم شبابنا طموحين شبابنا يحبون الحياة شبابنا أذكياء دون شك الغالبية العظمى منهم أذكياء شبابنا فوق هذا وذاك حلوين ويليق بهم تحقيق ما يريدون لكن ما يريده الشاب من العناصر التي ذكرناها لا يتحقق بالجهد الفردي بل في الواقع يحتاج إلى بنية اجتماعية توفر هذه العوامل وعندما يصطدم الشاب مع الواقع المر الذي لا يحقق له أي من طموحاته أو أغلب طموحاته فإنه يصاب دون شك بالإعباط هنا يتعطل الإبداع عند الشاب ويصبح لا مباليا أو يتمظهر بالغباء وعدم الفهم والتخلف طبعا عندما أقول شاب يعني شاب أو شابة يعني ما في تمييز أذكر مرة أنني قرأت كتاب التخلف الاجتماعي سيكولوجية الإنسان المقهور وهو كتاب رائع من تأليف عالم النفس المغربي الدكتور مصطفح جازي وجدته يعزو فيه جميع أشكال التخلف الاجتماعي إلى نوع من أنواع القهر وكلامه صحيح وأنواع القهر كثيرة باختصار وبشكل سري أول هذه أول هذه أنواع القهر التسلط تجد أحيانا خاصة في المجتمعات المتخلفة يعني يقال فيها أن المرأة مثلا تعاني من تسلط زوجها فيقيد حريتها بدلا من أن يحاول إقناعها باتهاج السبيل الصحيح نعم أنا لا أقول إطلاق الحرية في أي شيء إنما ينبغي الترشيد والإرشاد والأب أحيانا يتسلط تسلطا قاسيا على أولاده فيمنعهم بدلا من أن ينصحهم وفي الحقيقة الأب عندما يصبح ابنه أو بنته 18 سنة أو 20 سنة فأكثر ينبغي عليه أن ينصحهم أن يعبئهم بالمبادئ والأفكار الصحيحة وأن يقنعهم قناعة قوية فإن فعل عندئذ لا يخاف عليهم أبدا لا يخاف عليهم لأن كل إنسان كل إنسان يحكم مصلحته فإذا ما تبصر طريقه بشكل صحيح وعلم أن السلوك السيء يسحب عليه عواقب سيئة ومؤذية فإنه دون شك لن يلج إلى هذه المزالق أنا أقول عبئ أولادك وبناتك بشكل صحيح واجعلهم يستوعبون ما هي سلبيات الانفلات بأي كان أي شكل كان من الانفلات عندئذ ستجد أنهم ينتهجون الانتهاج الصحيح في الحياة وعيشون حياة سعيدة تسلط رب العمل على العامل أو على الموظف الذي لديه أيضا هو نوع آخر من أنواع القهر حيث يجد بعض الناس العمال أو الموظفين مديرهم كأنه بعبه وهذا يحبطهم لأنه قهر ويؤدي إلى تخلفهم في أدائهم وفي وظيفتهم السبب الثاني للقهر وبالتالي للتخلف الاجتماعي هو الفقر والفقر سبب أساسي في التخلف لا يؤمن بدون شك بدون أي أدنى شك الفقر سبب رئيسي في التخلف الاجتماعي لأنه قهر وقد أوثر عن الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه أن قال لو كان الفقر رجلا لقتلته الثالث هو الاستلاب أو السلب وهو نوع جديد من أنواع القهر التسلط غير مباشر هذا النوع السلب والاستلاب هو أحيانا تسلط غير مباشر يحصل فيه استلاب مادي أو معنوي مثلا مثلا في الغرب لا توجد قوة تسلط مثلا لكن يوجد شيء من النوع من التسلط الغير المنظور وهو البرمجة الاجتماعية يعني المجتمع الغربي على فكرة مبرمج ومنمط وهذا له حسنات وإله سيئات من ضمن سيئات أن الإنتاج الرأسمالي يعني دائما بتصريف البضاعة وبالتالي يعني بامتصاص ما في جيبك تقليعات الموضة مثلا اللهو التي تقدمه المؤسسات الاستهلاكية اللهو الاستهلاكي والذي يستنزف كثيرا من موارد الشباب وهذه أنا شفتها يعني في شباب يكدون ويكدحون في الغرب ويحصلون على مبالغ طيبة وجيدة جدا لكنهم تجد يصرفونها في أبواب غير مفيدة أبواب استهلاكية نعم هم يتمتعون دون شك يعني أنا لا أريد أن أقارن ما بين شبابنا ومحنتهم مع الإحباط والغرب وهذا النوع من الاستلاب لا لا هناك فرق كبير لكن مع ذلك هناك يعني انفلات كان يلجأ الشاب مثلا إلى تعاطي المخدرات ومعروف أن في الغرب تعاطي المخدرات في شريحة الشباب كبير وكبير جدا وهذا يستهنزف أيضا مواردهم ويستنزف طاقتهم ويؤدي بهم إلى التخلف دون شك تخلف اجتماعي هناك أيضا استلاب الديني كيف؟ هذا ينشى عن الترهيب والمبالغة في التحسس من أي حركة أو همسة الله يعذبك الله يشويك الله يقليك الله ما بيصير هذا للأسف الشديد يعني الاستلاب من هذا الباب الإفراط في الترهيب الإفراط في الترهيب وعدم الالتفات إلى الترهيب هذا كثيرا ما يؤدي إلى الوسواس القهري عند الشباب وقد لاحظتم مثل هذه الحالات فعلا عندنا أعرف صديقا مثلا لي كان ملتزم دينيا وحساس جدا ويخاف أن يخطأ فيكتب عليه ذنب أو يعني يرتكب إثم كان هذا كلما يرى فتاة أو أنثى امرأة يشيح بوجهه وكنا الطلاب بالجامعة يلتفت بوجهه سريعا حتى أنا لما كنت قاعد في مكتبي كان يدخل عليه إذا كان في فتاة رأسا يلتفت التفاتة عجيبة بحيث يعني يتبين أنه لا يريد أن ينظر إلى الفتاة أبدا هذا طبعا يعني ما مقبول اجتماعيا ما مقبول يعكي الصورة من صور التخلف على إيش خايف يعني ما يخالف خايف أن لا ترتكب إثم بس ليش هلقد أنت يعني تكون ضعيف النفس حتى ترتكب إثم ما في إذاعي كمان عرفت شاب عرفت شاب بالحقيقة هذاك غريب الأطوار كل ما يعني تعترضه طالبة من الطالبات يتمتم مع نفسه وقلت له ما تقول يعني اسمعك تقول بقرة بقرة قال نعم كل ما رأيت طالبة من الطالبات أو فتاة أو امرأة أقول اللهم اجعلها في عيني بقرة يعني اجعلها بقرة في عين طبعا هذا كمان مصيبة يعني فسألت من أين جئت بهذا القول قال لي والله أحد الشيوخ نصحني بهذه النصيحة ووجدت أنني يعني أرتاح منها لما أشوف طلع هذا مضطر مثلا يزال على درجة مثلا فمضطر يواجه الفتيات طالعات أزلال اللهم اجعلها بقرة اللهم اجعلها بقرة وهكذا إن رفع الإحباط عن الشاب أو الشباب يتطلب بنية اجتماعية جديدة توفر لهم فيها فرص العمل ويتوفر لهم فيها جو الحرية المناسب ويتوفر لهم فيها أيضا أجواء أو مجالات المتعة الصحيحة والرفاهية المناسبة والسؤال كيف نأتي بهذه الأجواء السؤال صعب طبعا كما قلت الشباب في الدول الغربية تمتع بأغلب ما يتطلبه لحياة منتجة ومنتعة بقدر كبير فأبواب الكسب موجودة لمن يريد لمن يريد أن يعمل طبعا وبجدية لأن العمل هناك مو سهل مو مثلنا يعني هو واحد يشتغل وكل شوي يبعث مسج بالخلوي أو يتصل أو كذا في الغرب ما في اتصال ممنوع ممنوع أن تتلف دقيقة واحدة من العمل فالعمل صح موجود ومتوفر وكسبك مصاري كويسة لكنه عمل شاق الحرية الحرية موجودة وواسعة وبأبوابها الواسعة يعني بنطاق واسع الحرية موجودة المتعة موجودة على قدر ما تطلب وتتمنى وبما يتناسب طبعا غالبا مع ما في جيبك من النقود لكن مع ذلك لا ينبغي أن تتصوروا أن الحياة في الغرب سهلة كما ذكرت يعني العمل له شروطه والمتعة مسئولية أو الحرية مسئولية وإلا فإن العواقب يعني قاسية المشكلة أن المجتمع العربي والإسلامي لا زال أسير قيود أسير قيود كثيرة أسير التقاليد أسير الأفهام الخاطئة للدين أسير النفاق والدجل والخرافة لذلك نجد أن الدجاجلة بالمناسبة في مجتمعنا غالبا ما ينجعون بمختلف أشكالهم وبمختلف مستوياتهم ومن مختلف دعواتهم علما أن مجتمعنا بالحقيقة بالحاجة إلى وعاة وليس إلى دعاة يعني حتى الدعاة صاروا يعني يوظفون دعوتهم لفوائد شخصية وكما هو واضح من حالات عديدة لكن للمناسبة أقول الآن الآن بهذا العصر بهذه الفترة مجتمعنا بحاجة إلى وعاة وليس إلى دعاة إذن كيف نتخلص من الإحباط أنا راح أعطي بعض الأمثلة ولكن هذه ربما لا تشفي الغليل ربما يقول بعضكم أن هذه مداوات جزئية نعم إنها مداوات جزئية لأن كما قلت معالجة مشكلة القهر والإحباط في المجتمعات تتطلب بنية مجتمعية شاملة جديدة لكن لعل وعسى لعل وعسى أن بعض ما يستطيع أن يقوم بشيء أو يحدث شيء من التحول في حياته ويحاصر الإحباط يحاصر أقول الإحباط بالفعل أولها الحقيقة أول العناصر أول الإجراءات هي الأمل وكما قال الشاعر ما أضيق العيشة لو لا فسحة الأمل تحفيز الأمل في داخل النفس مهم كخطوة أولى والخطوة الثانية هي ماذا؟ هي العمل لا بد أن تعمل شيئا أن تجهز عملا إذا ما اكتشفت أن لديك مثلا موهبة الرسم ارسم أخي ارسم جيب أوراق وهذا ورسم أو خشب ارسم على القشب أو جنفاص أو شيء ثم انتقل إلى تعلم الرسم الراقي واستعمال تقنيات مستحدثة للرسم ثم أعمل معرض للوحاتك بعد فترة بعد ست شهر أو سنة قد تبيع منها ما يسرك أثناء الرسم أنت على فكرة تصرف كثيرا من الهموم والإحباطات كثيرا تصرف نعم أثناء ما تمسك الفرشا وتحرك الفرشا بيدك راح تصرف إذا ما وجدت نفسك قادرا على النقش على الخشب مثلا والنحاس اسعى جرب جرب نفسك لعلك تجد أو تصنع من نفسك شيئا آخر إذا وجدت أنك تمتلك يعني موهبة موسيقية أو إذن موسيقية زين اتعلم على آلة من الآلات الموسيقية هناك أيضا تستطيع أن تصرف كم هائل من الإحباط ومن القهر ومن خلال الألحان التي ستحاول أن تبدعها أما لا تصير مغني من الدرجة الثالثة يعني يغني بالضرورة بالحفلات العامة والهذه لا تعلم على العزف والآلات بشكل وممكن تصير موسيقي كبير مثل ياني يعني لو تدرسون حياة ياني وتقرأون عن حياة ياني تجدون أن ياني نفسه أصيب لفترة طويلة بالكآبة يعني الموسيقار المعروف يعني صاحب الموسيقى الشجية الجميلة حاول أن تجد من يتعاون معك في تصنيع مثلا بعض الإكسسوارات المزهريات فخار جميل زجاج حتى الزجاج صناعة الزجاج أعمل لك فرن صغير وقعده تعلم يعني صناعة زجاج ملون بشكل عجيب وممكن تبيحها تكسب منها أيضا فها هنا بالعمل حقيقة بالأمل أنت تحاصل الإحباط بالعمل تقضي على الإحباط لأنك تصرف الإحباط الأمل والعمل أنا شخصيا مرت في حياتي العديد من الأيام التي أحاطني بها الإحباط فلم تكن حياتي سهلة يعني أنا مضطر عيدي إلى تجاربي على فكرة وهي ليست للتفاخر وهي ليست للتباهي أبدا بس لأنها واقعية وعشتها فأنقلها لكم نقل حقيقي في السنة الأولى بعد ما ألقيت محاضرتي في الجامعة أرسل في طلب الدكتور محمد صادق المشاط رئيس جامعة الموصل وكرمني على المحاضرة التي ألقيتها في السنة الأولى أنا ألقيت محاضرة باللغة الإنجليزية عن توسع الكون فشيء يعني طبعا عجيب يعتبر يعني فوجه لي تشجيع وقدم لي تشجيع ومن ضمن التشجيع أنه اكتشف أنه أنا ما عندي بالبيت غرفة أقعد فيها لوحدي أو أقرأ أو أدرس فقال لي سأخصص لك مكتب في الجامعة بين مكاتب الأساتذة لكي تستطيع فيه الدراسة والتفرؤ للقراءة والتعلم طبعا أنا كيفت فرحت بهذا كثيرا طبعا قدم لي تسهيلات أخرى من ضمنها المكتبة وجلب الكتب وتحصيل الكتب إلى آخره المهم بعد ما أعطاني الدكتور محمد صادق المشاط المكتب بعض الأساتذة الأكارب ما أقول غير شي كأنه كبيت عليهم نار يعني زعل وزعل وصاروا يدمدموا وشو هذا طالب زناء أولى أعطي مكتب إلى آخره فبالتالي أنا حتى في أول الأمر اضطريت أن أروح للدكتور المشاط وقل له من فضلك دكتور هاي المفاتيح يعني أنا ماذا أقدر أعيش بهذا الجو لكن الدكتور المشاط رفض ذلك وقل لي روح وصير ذو عزم وقوة لا تتخاذل لا تتخاذل أمضي في طريقك وفي وقتها رفعت شعار المعاناة سبيلي إلى المعرفة وبها تسمو ذاتي طبعا بعض الأساتذة الآخرين أكارم شجعوني نعم هناك أسماء وأساتذة منهم عرب ومنهم غير عربي كان عندي دكتور باكستان اسمه محمد سعيد كان يشجعني كثيرا وأساتذة آخرين كانوا يشجعونني أيضا بعد سنة تقريبا أو سنة أو شيء أرسل في طلبي الدكتور المشاط وقال يا باسل هل بإمكانك أن تكتب لنا مقالة نريد نشورها بمجلة الجامعة وكانت مجلة الجامعة في الموسط جامعة مجلة محترمة قلت له طيب ممكن بس على شو الموضوع قال أي موضوع بالفيزياء اختار لأني أنا أريد أسكت هذول الناس اللي قاعدين يقولون عنده مكتب وصار له سنة وكل شيء ما سوى ولا كتب بحث ولا مقالة قال اكتب مقالة أبو ثمان صفحات عشر صفحات خلينا نشورها بمجلة الجامعة قلت له طيب بس الآن نحن في الامتحانات قال ما أريد الآن أريدها بعد ثلاثة أشهر بعد انتهال عطلة صيفية قلت له لأنه نحن في الامتحانات النهائية قال لا أريدها بعد العطلة الصيفية قلت له طيب صار دكتور تأمر ذهبت ومع نفسي ولدت أمل ما الأمل ليس المقالة مقالة سهلة لكن هو أن أكتب كتابا بعد الانتهاء لعطلة الصيفية ذهبت إلى الدكتور المشاب وقابلته وتحت باطي مغلفين مغلف صغير ومغلف ومغلف كبير أعطيت الدكتور المشاط المغلف الصغير فتح وسحب قرأ مقالة عنوانها قدسية العدد هي عن الثوابت في الفيزياء الثوابت الكونية في الفيزياء قرأ عدة أسطر منها وقال أسلوبك جميل هذا ما أريده مشكور شكرا جزيلا قلت له لا بس دكتور هذا ما يناسب المقام أنا لا أجد أنه هذا مناسب أنا يعني أعمل بس مقالة صار لي ثلاثة شهر أشتغري قال أشو فتحت المغلف الثاني وسحبت منه مسودة كتاب مدخل إلى النظرية النسبية الخاصة والعامة هذا الكتاب صار يصفح هو بالأوراق وقال إيش هذا قلت له هذا كتاب ألفته خلال الثلاثة شهر الماضية في نظرية النسبية قال والله كبير قلت له نعم حسن ثلاثة مئة واربعين صفحة زين وقال وين كتبته قلت له بالمكتب اللي عطيتني بالمناسبة يعني على سبيل حتى قام يتلمس الأوراق قال إيش هاي انكب عليها مي قلت له لا ما مي هذه حرقي كل ما أكتب يتساقط على الورق وبالفعل قال ليش ما جابوا لك مبردة قلت له لا ما جابوا لي مبردة لحد له وبالفعل هذا ما كان على أي تحال أنا يعني أعطي هذا أو أتكلم بهذا فقط للشباب لكي لا يتصورون أنه أنا أو غيري من الناس الذي يعني صاروا هم ولدوا بملعقة من ذهب أبدا قال طيب ماذا تريد مني قلت له والله يا دكتور أريد تطبعني الكتاب قال هذا الكتاب إذا أدي يطبع مطبعة الجامعة باسم جامعة الموصل لازم يكون مقيم ومحكم قلت له أبدا وديه للتحكيم قال عندك ثقة قلت له عندي ثقة عندي ثقة وديه إلى محكم متخصص وخارج جامعة الموصل أيضا وبالفعل كان وجاء بعد ثمانية أشهر تقريبا نتيجة التحكيم فطلبني الدكتور المشات طلب أن أجهه رحت فرحة فرحة عظيما وقال لي شوف هذا التقييم للكتاب التقييم الرائع وهذا الكتاب كان بالحقيقة مفتاح كان مفتاح لحياتي لأن هذا الكتاب هو الذي يعني لفعني فعلا لعمل أعمال أخرى وتمكنت بالفعل الله الحمد والمنة من تحصيل البحثة والسفر خارج العراق أقول أيها الشاب كن قنوعا كن قنوعا وتعلق بالأمل ورادفه بالعمل تعلق بأمل واردفه بعمل لنا عبرة في سيفن هوكين عالم الفيزياء الكبير المعاق جسديا لكن ما معاق عقليا معاق جسديا لكن ما رضي أن يكون معاق عقليا شغل عقله وأنجز الإنجازات النظرية الكبرى في الفيزياء في الفيزياء الكونية واستاذنا ستيفن هوكين مثال لكم يا أيها الشباب يعني أنتم شفتوا على العرباية يعني كيف أنه المسكين حتى ما يقدر يحرك إلا جفنه بس مع ذلك انتصر على العوق وانتصر على الإحباط أنا لا أقول أيها الشباب كن قنوعا وانظر إلى الحالة الأدنى منك ولا أقول لك تزهد في الدنيا فإن الدنيا دار فناء ليس الغاية من هذا الحديث كهذا يعني ولا ينبغي أن نقول هذا برغم معرفتنا أن الدنيا فعلا هي دار فناء وأنها ما تسوى شيء لكن طالما أنت تعيش اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا شبابنا الأعزاء كما ترون فإنكم أنتم الذين يصنع المستقبل أنتم الذين يستطيعوا أن يصنع المستحيل أنت الذي يمكن أن تقفز بحياتك إلى مستوى جديد من خلال الأمل ومن خلال العمل عالج نفسك بنفسك وقاوم الإحباط فإن الحياة صراع مستمر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر